أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على ما وصلت إليه العلاقات البحرينية الأمريكية من مستويات متقدمة أخذت في التطور والنمو على كافة الأصعدة بفضل ما تستند إليه من شراكة استراتيجية متميزة تحظى على الدوام باهتمام ودعم قيادتي البلدين الصديقين وأشار سموه إلى موصلة البناء على ما تحقق من تعاون المثمر بين البلدين والاستمرار في تطوير أوجه العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الاسخير يوم أمس بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان لدى لقاء سموه الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية والوفد المرافق حيث رحب سموه بقائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية والوفد المرافق مشيرا سموه إلى ما يربط مملكة البحرين والولايات المتحدة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة كان أخرها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار وما تشكله من دور هام في تعزيز مسارات التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات لا سيما العسكرية والدفاعية والدفع بها نحو فضاءات أكثر اتساعا وشمولا منوه سموه بالدور الهام للولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وتم خلال اللقاء استعراض أخر المستجدات على الساحتين الغليمية والدولية ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة